الخيار الثاني من إدراج هو إدراج جدول سندر الجدول في مكان ما من التقرير نضع المؤشر في المكان المطلوب إدراج الجدول فيه ومن ثم ننقر على Insert Table ستظهر لنا خلايا جاهزة نحدد منها عدد الصفوف والأعمدة التي نريدها في الجدول وبمجرد النقر على الخلايا المحددة سيتم إدراج الجدول في المستعد الآن نذهب إلى الجدول لإدراج البيانات وإجراء التنسيقات سأقوم بإدراج بيانات بصورة اعتباطية سأخذها من النص نأخذ مثلا أسماء هذه الغازات بخار الماء ثاني أكسيد الكوربون الميثان ولأن جدول لم يتبقى به صفوف سنقوم بإضافة صفوف جديدة ويتم ذلك من خلال طريقتين الأولى هي وضع المؤشر في الصف الأخير من الجدول ثم النقر على Layout التخطيط الموجودة ضمن أدوات الجدول Table Tools وهنا أود الإشارة إلى أن هذه الأدوات لا تظهر إلا عندما نقوم بالنقر على الجدول وكذلك فإن أي كان نقوم بإدراجه في الصفحة سيتم إظهار أدواته فقط عندما ننقر عليه لاحظوا عندما ننقر على الناس مثلا ستختفي هذه الأدوات في أدوات الجدول يوجد قائمتين هما Design، تصميم، وهي الخاصة بإجراء تنسيقات مثل الألوان والإطار أما قائمة Layout فهي خاصة بإجراء تعديلات على صفوف وخلايا الجدول كالإضافة والحذف والدمج وغيرها لنتعرف على أهم الأدوات فيه أداة Select تفيد للتضليل في حال عدم الرغبة باستخدام الماوس أو الكيبورد بالإمكان وضع المؤشر في أي خالية ثم ننقر عليها واختيار مثلا Select Column أي تحديد العمود في تم تحديده أداة View Grade Line تختص بإظهار حدود الجدول عندما نقوم بإختائها أداة Properties أي خصائص الجدول فيها الكثير من الأدوات الظاهرة أمامنا في القائمة ولكن أهم أداة فيها هي اتجاه الجدول Table Direction بعض الأحيان عند إدراج جدول سيقوم البرنامج بإدراجه بإدراجه بإتجاه مغاير للغة المستند ننقر على Left to Right سنلاحظ أن الجدول قد تحول إلى اليسار ولكي نعيده إلى الاتجاه الصحيح ننقر على الجدول من جديد ثم ننقر Properties ومنها نختار Right to Left الأداة الأخرى في قائمة Layout هي Delete أي حذف ومنها نستطيع حذف خلايا Delete Cells أو أعمدة Delete Columns أو صفوف Delete Rose أو حذف الجدول بأكمله Delete Table الآن سنجرب حذف العمود الأول سأضع المؤشر في أي خلية من العمود الأول ومن ثم Delete Column فيتم حذف العمود سأجرب حذف الجدول بأكمله نضع المؤشر في أي مكان من الجدول ننقر Delete ثم Delete Table فيحلف الجدول الأدوات التالية هي إضافة صفوف وأعمدة Insert Above تعني إضافة الصف أعلى المكان الموجود فيه المؤشر Insert Below سيتم إضافة الصف تحت الصف الذي يحتوي على المؤشر Insert Left تعني إضافة عمود إلى يسار العمود الذي يحتوي المؤشر وInsert Right تعني إضافة عمود إلى يمين العمود الذي يحتوي المؤشر سندرج صف في نهاية الجدول لنكمل إدراج البيانات ننقر على Insert Below وندرج صفين الآن لننقر البيانات إلى اليسار كي نضيف التفقيم في العمود الأول نضلل كل عمود وننقله إلى العمود التالي بطريقة السحب والإفلاث أو النسخ Ctrl C الآن نرقم العمود الأول وذلك بتضغير العمود وننقر على أداة الترقيم بالنسبة للخلية الأولى لا نريد فيها رقم لذا سنمسحه ونكتب مثلاً تاء عن التسلسل لم نعد بحاجة للعمود الأخير فنقوم بحثه نضلل العمود ننقر على Layout ثم Delete و Delete Column نقوم الآن بتنسيق الجدول بالنسبة لعرض العمود يبدو أعراض من البيانات لذا نحتاج إلى ترتيبه وذلك من خلال أن نقر مرتين double click على عدود العمود وذلك عندما نمر الماوز فوقه ويتغير إلى سهم دور رأسين ثم ننقر double click ليقوم بإزاعة الحد إلى جانب النص الآن نرتب النص داخل الصف الأول وذلك بتضليل الصف ثم ننقر على توسيط بقي العمود الأول يحتاج إلى ترتيب الأرقام تذهب بعيدة عن عدود العمود نضليلها ثم ننقر على إزاحة النص إلى اليمين لتقليل الهامش ثم ننقر على الحدود نقرتين في حال عدم استجابة الحدود للأمر نعرف أن هناك هطأ ما بالنظر إلى المصدرة نرى أن الناس قد أزحى إلى اليسار نحل هذا الأمر إما بسحب المصدرة إلى اليمين أو بنقر على fax space الموجودة في الكيبورد الآن نقوم بتوسيط الجدول بالكامل وذلك إما بتضليله بالكامل عن طريق المؤشر أو ننقر على علامة تحديد الجدول الموجودة أعلى يمين الجدول ومن ثم ننقر على أداة التوسيط ثم نقوم بتروين الجدول كالتالي نضليل الجدول ننقر design أي تصميم في أدوات الجدول ثم نختار التصميم الذي نريد من التصاميم الجاهزة بالإمكان كذلك تروين الجدول يدوياً وذلك بتضليل خلايا المرى تلوينها ومن ثم اختيار الألوان المناسبة ترجمة نانسي قنقر